معنا عبر الأقمار الصناعية من بغدادة دكتور حسين علاوي أو حسين علاوي عفواً الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور حسين إلى أي درجة الحراك الحكومي تجاه أزمة انخفاض كبير في مناسيب نهر دجلة والفرات كان بمستوى هذه الأزمة وآثرها الاستراتيجية على العراق مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام حقيقة الحراك الحكومي الآن بدأ يأخذ تصاعد بدأ هناك اليوم متمر صحفي لوزير الموارد المائية وكذلك وزير كهربا وأمانة بغداد ووزارة العمار والإسكان قد نشهد غدا بيانا من مجلس الأمن الوطني في اجتماعاته التي يجتمع دوريا برئاسة السيد رئيس وزراء القادر العام للقوات المسلحة وكذلك قد نشهد في اجتماعات رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بيانا لمجلس الوزراء قد يكون الأول أو الثاني في الأجندة الحكومية باعتبار هذا الخطر يعني لماذا لم يكن اليوم دكتور حسين يعني الأزمة كبيرة وهناك تفاعل لدى الرأي العام حولها هاشتاغات أطلقت بأن دجلة يحتضر على مواقع التواصل الاجتماعي لا رئيس الوزراء طلع في مؤتمر الصحفي لا وزير الخارجية وهي قضية يعني قضية علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى أيضا تفاعلت مجرد وزيري ماء وكهرباء مكافي إلى حد كبير أكيد الآن أتوقع السيد رئيس الوزراء سيكون له بيان لكن هذا البيان هو على ما يبدو في تحليلنا السياسي حقيقة يريد أن يعطي الموضوع ليس الحجم الكبير وبالفعل هو ليس بأن العراق فقد المياه بصورة تامة جدا هناك نهر ثاني ونهر الفرات وهذا التعامل معه سيكون من قبل الأطر القانونية والخارجية مثلما قلت حضرتك أن وزارة الخارجية يجب أن تكون هناك لجنة فعالة حقيقة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأبد في هذا الموضوع وبالتالي يتوقع السيد رئيس الوزراء يسمعك ويرى الهاشتاكات التي ظهرت على السوشال ميديا ونداءات العراقيين وما حصل اليوم حقيقة من أسا حقيقة على أن ترى نهر دجلة مثلما عرضت الآن شاشتتكم حقيقة التقرير أن تجد انخفاض كبير جدا في مناسب مياهية يصحى البغدادين ولا يشاهدوا هذه المياه بمناسب كبرى لكن بالمقابل هذه تبقى الآن إجراءات لدى سيد رئيس الوزراء يتخذها وكذلك وزارة الخارجية ستكون تحت أمر سيد رئيس الوزراء في تنفيذ القرار السياسي لانتعلم وزارة الخارجية لتنفذ الإرادة السياسية للحكومة العراقية طيب بموازات هذه الأزمة الاستراتيجية على العراق وخطر الجفاف هناك أيضا أزمة سياسية خانقة إلى حد كبير تتعلق بتدعيات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات أين وصلت المشاحنات السياسية ما بين المفوضية ومجلس النواب بعد رفض المفوضية قضية إعادة الانتخابات أو إعادة بعض الأصوات وفرزها يدويا يعني أكيد الأزمة الآن تأخذ مسارها الثاني وهو مسار إنهاء استلام كل الطعونات والبت بها بالهيئة القضائية الخاصة من فوضية العلو المستقلة للانتخابات ومن ثم عملية تعطيل المحطات التي وصلت لديها طعونات حمراء وهو ما حصل في مرحلتين قد نشهد مرحلة ثالثة وإعادة تدوير الأصوات بصعود هذه المقاعد أو تلك المقاعد داخل الكتل حجوم الكتل لن تتغير من حيث المقاعد وإنما قد تتغير من حيث الأسماء والشخصيات التي حصلت على المقاعد من حيث تدوير المقاعد البرلمانية وتقسيم القاسم الانتخابي وفقا لمعادلة سانت ليغو وبالتالي القضية الآن أتوقع أخذت مسار المفوضية الآن لديها علوية وأرجحية مستقلة أكثر من البرلمان نعم خرجت من رحم البرلمان لكن هي مستقلة وبالتالي تحاول أن تمارس دورها لكن نصيحتنا لها أن لا تكون عدوة إلى الكتل الخاسرة وأن لا تكون صديقة إلى الكتل الفائزة وإنما تتعامل وفق قانون الانتخابات النافذ وفق التعليمات والضوابط ووفق الإرث الخاص بإدارة العمليات الانتخابية في العراق شكرا جزيلا دكتور حسين علاوي الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من بغداد